ضمن اطار التحركات الطبيعية والاعتيادية والروتينية هكذا فسر خبراء ومحللون ما تم تداوله في وسائل الاعلام الغربية لصور اقمار صناعية جارية قيل انها تشير لمغادرة سفن حربية روسية قاعدة ترتوس في سوريا فما الذي حدث واين ذهبت تلك السفن اذا لمدة ثلاثة ايام الخبير العسكري الاستراتيجي سيرجي شاشكوف كشف ان القطع البحرية الروسية غادرت قاعدة ترتوس لاجراء تدريبات عسكرية تتضمن اطلاق صواريخ فرطة صوتية في شرق البحر الابيض المتوسط حيث كانت تلك المناورة ضمن برنامج تدريبي قتالي وان السفن عادت الى ترتوس كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان اطلاق الصواريخ عالية الدقة باتجاه البحر والجو في شرق البحر المتوسط يهدف الى اختبار اسليب العمل المشترك للقوات البحرية والجوية الروسية المزاعم الاخيرة حول الانسحاب الروسي من قاعدة ترتوس جاءت بالتزامن مع معارك اشتدت ضراوتها في الساعات الاخيرة على تخوم حماه فوضعت الفصائل المسلحة المدينة بين فكي كماشة كما وصفها البعض بعدما شرعت في تنفيذ عملية تطويق المدينة من الشرق والغرب بينما ركز الجيش السوري دفاعاته في جبل زين العابدين الذي يعتبر موقعا استراتيجيا يطل على مدينة حماه مما اعطى القوات الحكومية تفوقا تكتيكيا في مواجهة محاولات التقدم حيث كتب ديفيد اكس الكاتب في شؤون العسكرية في صحيفة ديليغرف البريطانية انه اذا تمكنت الفصائل المسلحة من دخول حماه فقد تبدأ بالضغط على الساحل السوري حيث توجد القاعدة الوحيدة البحرية الروسية على البحر الابيض المتوسط في مدينة ترتوس في وقت تغلق فيه تركيا مضيق البوسفار امام السفن الحربية الاجنبية وبالتالي من وجهة نظر الكاتب فان خسارة القاعدة في ترتوس ستكون كارثية فلا شيء يعود البنية التحتية الساحلية الحيوية في المدينة الا استعادة الوصول الى البحر المتوسط عبر مضيق البوسفار وهو امر رأاه الكاتب صعب المنال في وقت تستعر فيه الحرب في اوكرانيا وتتزايد التهديدات يوما بعد يوم. وفي المقابل فقد كشف المرسد السوري لحقوق الانسان ان البحرية الروسية اطلقت صواريخ موجهة من قاعدتها في ترتوس مستهدفة مواقع الفصائل المسلحة في مناطق المواجهة برفي حماه. وتعليقا على مزاعب الانسحاب الروسي اكد خبراء عسكريون وسياسيون ان تضخيم التحركات الروتينية وتوظيفها في سياقات تثير القلق. يعكس تفوق الماكينة الاعلامية المناوئة مؤكدين ان الجانب الروسي يتعامل مع المرحلة بدقة وان اي تحركات عسكرية او تدريبية تجرى لدواعي امنية يتم التخطيط لها مسبقا. والواقع والميدان هما الفيصل في كل ما يحدث.